اشتركوا في القناة تصارمة لتأمين الانتخابات والله هنا كل مرة الحكومة بتقول انها تتعهد بالتصدى البلطجة بدأت ألا يعني مفيش مرة قالت ان احنا بنتعهد وهنا تصدى البلطجة واللي بيحدث بعدها ان البلطجة بتزيد الحكومة المصرية منذ خصوصا حكومة دكتور شرف منذ تم تعينها بعد الثورة بأسابيع قليلة وهي بتطلع بيانات شديدة للهجة انها تتصدى البلطجة وتفرض القانون لكن لا يحدث ذلك لا يحدث لان اخر حصلت بالنسبة للبلطجة الحقيقة كان فيه استلاق تقريبا على تلتونين شقة في ستة اكتوبر ويعني دي الحقيقة حاجة يعني كارسة فبالتالي لما حضرتك تطلعي كل يوم الحكومة طلعت بيان شديد للهجة انها لن تتفاوض نعم تظاهرين اثناء اعتصامهم مثلا لكنها بتتفاوض وبتحقيلهم مطالب فحضرتك لما تعلني يعني قرارات او حاجات رادعة ولا تنفذيها بتختاري اكتر فدي مشكلة كبيرة جدا الالتزام بالكلام اللي بنقوله والالتزام بالتصريحات اللي احنا بنقولها واذا هنقول عن القانون فلازم يتنفذ اللي بيوصل للمجموعات المتظاهرة او المحتردة او المحتجة رغم تخدرنا لكل قيمة وشرعية بعض المطالب الفيات الكسيرة جدا اللي بتطلب بتحقيق تحسينات في اجورها وفي احوالها المعاشية لكن انا كحكومة لما اجي اقول ان انا هتصدى للبلطاجة او هتصدى للعنف او المتظاهرات وبعد كده اجي اتفاوض معي تحت التظاهر دول فانا معناها ان انا مش اهدر اطبق هذا الكلام الاخطر من دول ان ده بيزمق الانتخابات فالخشية الحقيقية ان انا اجي اعمل اقول ان انا البلطاجة وبعد كده اجي اعمل الانتخابات في هذا الحال من الممكن ان نبدأ ان نقلق بالفعل خوفا من ان تحت اسكالسة لقدر الله حقيقة استاذان ده طبعا كان الكلام ده ان البيان طلع مبارح اثناء اجتماع لمجلس الوزراء كان بيبحث مشروع حيات كتيرة جدا منها مدى القدرة على الاستجابة لحكم القضاء الاداري الخاص بتطبيق لحد المصريين الموجودين في الخارج يصوتوا في الانتخابات والغريب ان هو الحكومة طعنت على ما فهمت ان هي بتطعن على الحكم الصادر بحقهم في التمكين وان هي بتبحث طريق قليل كيف يمكن لهم ان يصوتوا في الانتخابات التشرعية نتنقل لخبر تاني الداخلية تتراجع امام امناء الشرطة هذا يقودنا بالضبط هو الداخلية جزء من الحكومة اكيد زي ما قلت لحضرتك قاله بوضوح لن نتفاوض الا بعد ان ينهي اي حد فيها محتاجة بتاعتصم او تضرب بعد ما تنهي الاتصام ما نتفاوض معهم ما حدث النهاردة ان هما بيقولوا ان احنا استجابنا لسبعين في المية ومرة تسعين في المية وان احنا استجابنا لكل مطالبهم اللي رفعوها اه ما عدا المطلب الخاص بالبرتقل الوظيفة او التدرقهم في ان هو من امين شرطة وبالضابط لانه ده يخضع لي قانون يصدر من مجل الشعب فبالتالي الرسالة التي تصل الى امناء الشرطة رسالة مختلفة ان انا طالما ان انا اضرب عن العمل طالما ان انا اعتصم عن العمل فانا هاخد حق المشكلة الاكبر مجديا المشكلة الاكبر ان امناء الشرطة نفسهم ينظر لهم من قبل الفئة الشعب انهم الفئة الظالمة او الفئة البغيرة فهو الرجل خرب البلد بالتعبير البلدي وكان بيينهبوه بيعمل اعتوات مش كلهم طبعا بعضهم لهم المطالب المرفوعة من قبل امناء الشرطة هي مطالب عادلة مطالب عادلة من منطق ان هو من حق انه يتعالج من حق انه يتعالج من حق انه يتعالج من حق انه يبقى عنده ياخد راتب كويس لما ياخدش رشاوي من الناس صباحا خير وكل سنة وانت طيب هو ما بيونش صباحا خير ما كانت صباحا خير كان من القاف على طول طيب معانا خبر تاني استاذ المادو هي فتنة العدالة تتواصل المحامون معتصمون القضاء ممتنعون المحاكم مغلق ده عنوان الشروع على ما اظن ودي كارسة وكبرى وبتوريكي ان احنا الفوضى اللي وصلت لمصر ازاي ان احنا لله سف شهد ما فيش كبير كبير يقدر يقول ان انت تحط جدول اعمال للناس يمشوا عليها وصلنا الى ان مفروض طرفية العدالة القضاء والمحامين لما هم يصلوا لانهم مش هادرين يعني يتفهم ويصلوا لتفهم طب هطالب بعض الفئات الاخرى وده برضو هيأثر على الانتخابات سيد زمان اكيد طبعا لان القضاء زيها القاضي هو الذي سيشرف وامين الشرطة هو الذي سيؤمن بالزبط فبالتالي يعني فيه خشية انه يكون فيه سمة فيه احتمالات من الانتخابات تتلاقي او تتأجل والله ليس في مصر ليس مستبعد انا كنت قرأت ان احد الخبراء او الكتاب سأل احد اعضاء مجلس عسكري ماذا لو حصل لقدر الله حادث مأساوي مثلا ويقع فيه ضحايا كثيرون هل سنوجد الانتخابات قال له نعم فبالتالي انت وارد كل شيء وارد كل شيء وارد طيب الببلاوي وده من المصر اليوم الببلاوي 55% من الميزانية خارج سيطرة المالية يسبب الديون والدعم سبب الديون والدعم 55% هي 22% و23% و33% واحدة بتنسب تأمين ان انت بتدفع الاقصاد بتاحت الديون وجزء التاني تهت وتهتين بيروح للدعم فبالتالي لما انت يكون عندك اكتر من نص الميزانية مخصص لبندين سابتين فمعناه ان انت كل المخصص الباقي تانفاق العام ده اللي بيروح للصحة والتعليم فدي كارسة كارسة لان انت بدأت الجزء الرئيسي من انفاق العام بيروح على بندين خارج سيطرتك فمعناه ان احنا اين لم نلحق نفسنا ونشوف خطة يعني كله في الاخر حضرتك هيصب عند انه لابد ان امن ينجع لابد ان نعجل منتخبات لابد ان تكون هناك حكومة منتخبة عشان يبقى فيه مناخ مفيش حد هيشتغل مفيش حد هينتج مفيش حد هيستثمر الى ما يكون فيه امن طبعا فبالتالي المفتاح الرئيسي لأي مسألة انا اقول واحد بيستغرب حتى هذه اللحظة مفيش ليه رؤية سياسية حازمة تقنع الامن ان هو يشتغل يرجع يرجع بكامل قوته انه مفروضة اعالج البيت من الداخل بنفعش ان انا عندي مشكلة مع امناه الشرطة او العساكر او الافراد ايه لم يحدث ده بسرعة كل يوم بنتأخر فيه هنواجه بمشاكل اكبر ونواجه بمشاكل اكتر وبالتالي ده هنعكس على كل المستقبل اللي احنا عمين نتكلم عنه طيب البرعي مصر مهددة بالعودة لقائمة العمل الدولي السوداء وده من الشروق القائمة للعمل الدولي السوداء احنا كنا موجودين فيها طوال عهد حسن مبارك خرجنا منها منذ ايام منذ وشهور قليلة بعد قيام السورة وبعد حق النقابات ان يعني تنشر نفسها بنفسها الان لو لم تصدري نصر يعني قانون اللي هو بتاع الحريات النقابية اللي هو مفروض قبل الصيف المقبل فالمنظمة الدولية هترجعك تاني تحطك في هذا البند السيء الذي لا يليق ان احنا نكون موجودين فيه بعد السورة السورة قامت من اجل الحرية ومن اجل الكرمة الانسانية من اجل العدال الاتناعية فبالتالي العمال العمال من حقه ان هو يقوم نقابات المستقلة اتحادات المستقلة ينتخب ممثلي بحرية منفعش اتحاد رسمي يفرض رؤيته اللي ثبت فشالها وده متعلق ده كان تصريحات للوزير البرعي قبل امبارح واتصور ان احنا مع المطالبات والبرعي الى حد كبير جدا مؤمن بهذا المثال لكن يحتاج الى دعم من بيت الحكومة ان يبقى فيه اصرار ان احنا فيه صراح في مصر بين اوكاتي النظر ان بعض الناس انه ما يروا ان احنا ممكن نكمل السورة دي تبقى نصف ثورة وبالتالي كل واحد ياخد ارشين ورواح بيته ورؤية تانية اللي هي مفترض الرؤية المحترمة ان الثورة لابد ان تكتمل تكتمل بمنطق ان احنا يبقى عندنا قوانين بتحقيق اهدافها مش تتتمل بس بانه بشعرات تتتمل بتحقيق اهدافها وتحقيق مطالب الثوار والثورة المصرية طيب نروح لخبر تاني فاندم ومن الاهرام عودة 25 سجينا مصرية من اسرائيل اليوم مقابل الجاسوس الانجربال والحقيقة يعني الخبر ده لفت نظري الصفح وانحنا بنقرأ انه هما مش بس 25 سجينا لكن جمان فيهم اطفال نعم يريد حراتك توضح لنا جزئية الاطفال وفيه بتقليمة تلات اطفال تلات اطفال يعني كانت هناك صراع بين فيه رقم ان مصر تقريبا لها حوالي 80 مسجون في اسرائيل 80 مسجون دول مقسمين الى اخسام مختلفة لا احد يعرف معلومات كاملة عنهم لكن بعد الصراع كان فيه تسريبات كثيرة جدا انه سيتم الافراج عن حوالي 80 مسجون كل المسجلين المصريين مقابل هذا الجاسوس الاسرائيلي مع كل مصر اثناء الثورة زي ما شفنا في الجرائد وقتها انتهى الامر الى الافراج عن هذه النسبة فقط ودول المسجين الجنائيين 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 بمعنى دول الناس اللي هم متهمين اما فيه قضايا تهريب او قضايا مخدرات اه ففيه جزء من المصريين اثناء الانفاق تجارة الانفاق تجارة كانت رائجة جدا ايه اللي هي تهريب من اول الانواع السجاير حضرتك الى العربيات سواء عبر رفح الفلسطينية ايه او على الحدود المصرية مع فلسطين المحتلة اللي هي اسرائيل او بعض القضايا اللي هي تسلل ايه هل ما حصلش تفاوض على الاكيد الاكيد انه حصل اه والاكيد لانه السبع لانه تم تسريب انه هو فيه اه تمانين شخص او واحد وتمانين شخص يتم الفرق عنهم ام معناها انه كان فيه اخرين في الصفقة ام لكن هذا ما انتهت عليه ام هذا العدد يعني في النهاية نحن مع عودة اي مصر اكيد اكيد سواء كان مزجون بتهريب مرلبورو ولا كان يعني بيؤدي مهمة وطنية للمصر في كل الاحوال ومن الواضح من اسماء العائدين المنشورة النهاردة في معظم الصحفة المصرية انه معظمهم بينتموا الى قبائل سينوية فعودتهم الى ارض الوطن واهلين ده شيء محترم جدا وظن انه كمان رسالة جيدة للابناء السيناء ان الحكومة بتتبذل كل الجهود من اجل حتى لو كانوا محكومة عنهم في قضايا مظبوط قضايا جنائية مظبوط طيب معانا قبر تاني من الشروق وهو سبع سنوات حبسا للمخبرين قتلي خالد سعيد الحقيقة ناس وتحديدا اهل شهيد يعني خالد سعيد يعني مستقيم جدا وصرحوا بدا انه هما في شدة استياءهم الحقيقة من الحكم اللي نتق بسبع سنوات حبس بس بالرغم من انه هما يعني كانوا بيسروا على قتله وبيسروا على انه خالد سعيد ده لازم يتقتل فرأي حضرتك ايه في الخبر ده احنا طبعا القانون لا نستطيع ان نعقب على حكام القضاء لكن نستطيع ان نتكلم في الشق السياسي النهاردة يعني فيه اكتر من مفارقة كانت الحكم المبارح الحكم الاول يعني اذا كان اهالي خالد سعيد او اسرته او محبية او انصاره قد استاءوا من الحكم فالغريب جدا ان اهل الاهالي المتهمين كانوا عادين يكسروا قاعة المدولة بعد الحكم لان هما شايفين انه ده حكم جديد جدا فيه مراكز دفاعية والدفاع سيطعن على الحكم باعتبار انه حاجة اسمها وصف التهمة انه مفروض بعد حصل كما تعلمين انه اكتب من تقرير طب شرعي صدر وكان اشهرهم ايامل الدكتور استباعي وقالوا ان الرجل خالد سعيد ابتلع اللفافة بمزياجه وثبت من تقرير محايد اخر ان ده لم يكن صحيحا وانها اجبر على ابتلعها لكن في حيثيات الحكم المحكمة انها بتقول لم يصل لديها يقين ان هما بلعوها اللفافة دي بالحوم النقد فيه ربما يعني هيتم استئناف الحكم لتعديل قيد ووصف التهمة انه تعذيب قتل بالتعذيب مش قتل افضل الى الموت قتل افضل الى الموت بيديك سبع سنين القاضي بيحكم بناء على التهم الورق اللي موجود قدامه طبعا فلما بتوديله زي بالزبط لو فاكرة قضية العبارة لما انت بتدي القاضي تقولولي والله ده اهمال انت مقدماله القضية باحتمالها فبيحكم ببراءة ممتوحش معين ايبا او بيحكم على موظفين غلابة لكن لما قوله ده قتل يعني مع سبق اللي صلوة الترصص هحاكم عليه بالعدام فبالتالي فيه نقدر الحكم اظنها هتعمل لتعديل الوصف واخد بحيث انه ممكن يصل فيها الحكم الاعدام ويبقى درس عادة المحاكمة لكل حد يفكر انه ممكن يفلت من القضية اي شرطي فاسد يعني وجود التاني اللي مرتبط بالقضية النهاردة انه كمان مش الاسم مش بالقضية بس بالمناخ دوا انه وحال الزباط من امن الدولة الى التحقيق الى المحاكمة بتهمة قتل سيد بلال هذا الشاب السلفي الذي كانوا يريدون له ان يتم اجباره على الاحترام بانه فجر كنسة القديسين في اول يناير الماضي نتمنى ان ان شاء الله الاخبار تكون اكثر تفاؤلا ونشوف احداث يعني ايجابية اكتر في مصلحتنا وفي مصلحتة كل المصريين استاذ عماد الدين حسين مدير تحرير جرية الشروق بشكر حررتك شكرا ونهار حررتك سعيدة مشاهدين هاسبكوا دلوقتي مع تقرير هو تقرير حقيقة عمل في ساية الصاوي وهو عن موسيقى الجهاز اقيم بساقة الصاوي مهرجان موسيقى الجهاز تحت رعاية السفارة الاسترالية بالقاهرة نروح نشوف مع بعض التقرير ونرجع نستكمن باني فقراتنا في مهرج ساية مهرج